بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أعزائي المشاهدين والمشاهدات دي القناة وليما معكم تحية طيبة مرحبا بجميع المشاركين ومرحبا بجميع التعليقات ديالكم عندي في القناة كنت بنا لكم يوم سعيد اليوم غنقدم ليكم طريقتي في ترقيد الحامض أنا هنا أخديت واحد الكمية ديال الحامض الرومي ممكن تديروها التاب الحامض بالبلدي بحال بحال هاد الكمية هادي اغسلتها مزيان بالشبكة بالحلفة ديالت الموعد بالماء اغسلتها فقط بالماء فقط الحامض اللي كتكون فيه بعد خطرات حبيبات كي يكونوا كي تكونوا من الشجرة فهذا كمن احسن نديرو الخل كناخد بالحامضة بالحامضة وكنجيب واحد ميسسي كيلوه ماضي وكندن ندير في حتوقه بهالطريقة وكنجيب واحد القرعة اللي هي معقعمة وكندخل فيها هذا كالحامضة وكندلوح فيها الحامض الحامض يكون طيب وكنستمر بها الطريقة حتى نكمل الحامض ديالي ومن بعد ما نكمل الحامض ديالي انا درتوه كامل في القرعة حتى ملأتها بالحامض نضع على جن وكنجيب واحد البانيو اللي كندير فيه الملحة اللي هي طلب الحر هذه الملحة اللي حرقي بحر تخلي هذا الحامض مزيد وتضيع البدء اطول وحتى يبقى تلت سنين وعامين من بسجيل الثانوات العادية هذه الملحة العادية لكتهربيه من الأحسن تخلي الملحة اللي يعتبر ماء ماديني من الاحسن تفضلي الملحة اللي كنتبعه لكيلوه وابقيمة بالنسبة لما انا احتيارت الخلطة لاختيارات طريقة نفضل الآن هي الدير ماء معديني إذا أريد أن تصبر معك لديك مدة كثيرة مثلا من سنة قد ديري بزة القراعية عندك الحامض فمن الأحسن لله ديري ماء معديني وفي حالة لما أريد أن تديري الماء معديني ديري الماء الآبار والذين العيون وفي حالة لديك ماء معديني وفي حالة لديك ماء معديني ثم نبعده بماء الآبار والعيون لا تنسى أن تخطي بي لايك وتشترك في قناتي وتشترك الفيديو مع الأحباب وننتظر من تلك التعليق هاديك الملحة سيدية سيدتي سوف أكدا من الماء معديني فهدك الملحة سيدتي سوف أدمير بها مزيان في هذه الملحة سيدتي سوف أفضلت في هذه الملحة تحتمل أفضل وockبه ملحة لديه ملحة ملحة وأتعمري على قرعة الأفضل أحتي مفن هنا نقص بحانده أحني هنقص حانده في ردها حيث يجع لديك أول ما أعني زفغط ملحة ضغط الماء ضغط الماء فوق الماء لا تكون مزيدة وضغط الماء طبقة الفقانية نضيف فيها زيت الزيتون لتشكل طبقة عازلة الطبقة التي تكون عادة فوق الحماد زيت الزيتون يمنع القضية رغب أنها صحية هذه البكتيريا التي تكونها لا تخاف منها نضيف زيت الزيتون يمنع تتصرب الهواء نضيف زيت الزيتون ونضيف القرعة ونضيفها في شلاصة تكون مضلمة ونضيفها تقريباً على 1 شهر أونس تقريباً كنت نستعملوا منه ولكن في الاستعمال سيدتي لا نضيف خطرة حلوة نضيف حامضة نضيف حامضة ونضيف حامضة ونضيفها في القرعة ونضيفها في تلاجة سوف يزال ونضيف ملح ونضيف ملح ونضيف حامضة ونضيف حلوة يكون الحلاناً في الوضع 15 يوم أو 10 يوم لا تقريباً على القياس لا تقريباً لك الحامض ونضيف حامضة نضيف الحامض مصير نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض حمضة تدخل حمضة تقريبا حتى الهنة و تسهل عليك بما تبقيت عبره قطعيه بهذه الطريقة لكي لا تصل لقاع قطعته غير هكذا قطعته غليق قطعته غليق قطعته قطعت الحمضة قطعته غليق حمضة تسهل قطعته صغيرة نحن بمصير الضملة قطعته مقبال قطعتك قطعته مغلق اضمده 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 و نضيفه قطعته هكذا سوف نستمر بهذه الطريقة القرعة غير صغيرة ستلية تقريبا عطلت الحامضات اضغط عليهم 1 شوية فقط سوف نستمر بهذه الطريقة سوف نستمر 24 ساعة سوف نضغط سوف نضغط على الحامض سوف نسخة الحامض سوف نضغط على حامض ونضغط عليها ونضغط عليها ونأضغط عليها ونضغط عليها نقوم بحامضة في هذا الحالة في هذه الحالة تقيمت لسات الخطرات او لاربعة بالكثير من بعدها تقبي واحد شوية زيت الزيتون من الفوق على كلمة الحامض دين هذا المسير وكتديري شوية دين الغبرة دين السودانية دي هيك الفلفل الشونية الحارة او السودانية او الفلفل الحارة الحريف كتديريها من الفوق باش كتعطي واحد النكهة فيه وكتزيد واحد الحمورية في اللون وكتسدي القرعة ديالتك وهذا المسير هذا ما كنحلوش على شهر لا المسير من الاحسن ما تقربينيه حتى تدوز واحد ربعة شهر وكتبديك تستعبليه في الوصفات اللي كيتدا فيها الحامض المسير انا ما بغيتش نطول الفيديو كل نهار مبرك نحلو نوريكم الطريقة فالطريقة قلتها غير شفويا قتمنى ان حلقة اليوم تعجبكم ما تنسونيش بلي لايك وتبرطجي الفيديو وتشتركوا بقناتي عندي لكم الجديد وتابعوني الفيديوات القصيرة الى اللقاء بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اعزائي المشاهدين والمشاهدات ديالقناة وليما معكم تحية طيبة مرحبا بجميع المشاركين ومرحبا بجميع التعليقات ديالكم عندي في القناة كنتمنى لكم يوم سعيد اليوم هنقدم لكم طريقتي في ترقيد الحامض انا هنا اخديث واحد الكمية ديال الحامض الرومي وممكن تديروها هتا بالحامض بالبلدي بحال بحال هاد الكمية هادي اغسلتها مزيان بالشبكة بالحلفة ديالت الموعد بالماء ولي بغيتوا تزيدو شفية الخلف الموتشلوه بك انتم مشكل انا عندي هاد الحامض نقي فاغسلتو فقط بالماء فقط الحامض اللي كتكون فيه بالخطرات حبيبات كيكونوا كيتكونوا من الشجرة فهادك من احسن نديرو الخل كناخذ بالحامضة بالحامضة وكنجيب واحد ميسسي كيلو وماضي وكندندير فحتو قب بهالطريقة وكنجيب واحد القرعة اللي هي معقامة وكندخل فيها هادك الحامضة وكندلوح فيها الحامض حتى قابل الحامضة بها مرحبه حيث الحامضة يكون طيب حتى ق Ridaner وكنستمر بهالطريقة حتى قنكمل حامضة ديالي ومن بعد ما قنكمل الحامضة ديالي هادك راحتو كامل فقرعه حتى نحد العرب من المصط 혼ناق نضيف ملحة من الحامض نضيف ملحة حامض نضيف ملحة البحر نضيف ملحة حامض تجعل الحامض جيدا و يجب دائما يتم إليها في 3 او عاما لا يستطيع الملحة العادية أن يتبعها في ملحة البحر طريقة ديالتي التي نفضل انا هي تدري ماء معديني إذا أريد أن تصفر معك لديك مدة كثيرة من سنة تدري بزاف القراعية لديك الحامض فمن الأحسن لله تدري ماء معديني تدري الماء معديني تدري الماء للعيون تدري الماء الكرابيني أكثر تنبا بماء الأبار والعيون تشتركي في قناتي اشتركوا في الفيديو مع الأحباب الملحة سيدتي تدو بها جيد المعديني نقص حمضة حمضة نضغط على الماء 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 الماء يفيد بشكل مزيد ونضيف القرعة بشكل مضل ونظيف القرعة بشكل مضل نضعهم ملحة في القرعة و ثلاجة نقوم بعمل ملح خر و دائما الحلان ستكون مرة في 15 يوم من او 10 يوم لا تستطيع القياس لك الحامض لك مدة أطول وكل سيدة لك تحزي القياس اللي يجدها فكل واحدة رأيك كتعرفت حالك يجدها مثلا في الأسبوع او في 15 يوم ودعبا ان شاء الله غدا ندوز معاك سيداتي باش ندير معاك الحامض مصير لا مراكش بالنسبة للحامض مصير ألا لا نحضر الحامض ونحضر هذه النبات لكي تساعدنا ان نقطعه بالنسبة لي انا عندي هذه العواد السنان سوف نستعنب هذه الغلاقة لكي تسهل العملية القطع انتم اخذوا اي غلاقة اللي ستقدر يكون فيها الحامضة داخلة بحلقة انتم ما شوفوا معايا انتم ما الحامضة انتم ما الحامضة هاد الحامضة كتدخل تقريبا حتى اللي هنا انتم ما شوفوا معايا وقد تسهل عليك بلما تبقيت عبره قطعي به الطريقة باش ما توصلش للقاع قطعي به طريقة باش ما توصلش للقاع احضر الحامضة اضافت الحامضة حتى اللي لا قطعي على ربعة غير بشوية ولم تحليش بززفحة اللافه بها الطريقة وقدير فيه الملح تعمريه مزيين بالملحة هذا هو الحامض المصير المراكشي تعمريه بالملحة قريبا نقوم بالحامضة نضيفه احد العاشق صغيرة عامرة مزيين بالملح ونسدوها ونضيفه ماشي على ظهره ونضيفه على الجهة المحلولة به الطريقة في القرعة تكون معقبة موما الأحسن تكون زجاجية نستمر به الطريقة حتى نكمله ونضيفه 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 في هذه الحالة تقريبون 3 خطرات أو 4 خطرات ثم تقبي بعض الزيتون من فوق ثم تضيف الغبرة السودانية تضيف الغبرة سيدلة من فوق فضيف الغبرة تضيف نقية حمورية يسير حمورية فقط اكتشف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة